الأول بيكون مع دكتور باسكال رعد طبيب واستشارة نفسي حتى نحكي عن موضوع دخول التلميذ هلأ لمرة جديدة إن كان للمدارس أو للجامعات والدرس يعني هلأ في فترة فحوصات بالجامعات في ميت ترمز حتى المدارس في كتير هلأ عم بيقوموا بفحوصاتهم نحكي شوي عن التركيز حتى الكبار عم يعملوا تاز أوقات كمان أولاك مش عم تخلص معه مش عم تخلص معه مش عم يقدروا يركزه فاليومنا نحكي عن التركيز وبدنا نحكي أكتر قدي يعني الواحد لما بده يدروس بحاجة إنه يركز وإذا فيه تبست حتى الواحد يركز أكتر فبداية خلينا هيك نعرف شوي منك دماغ كيف بيحفظ معلومات ليه في أشخاص بتخزين معلومات أكتر من أشخاص وقدي كمان نحن عنا هل يمكن الكاباسيتاء إنه يكون في عنا معلومات ومش دايما من خدمة الماليزي بس كان الزاكرة عند الإنسان مقصومة لشقان في المموار أو الزاكرة السريعة يلي هي منستعملها بكل لحظة مثل هلأ مثلا تعطيني اسم حدا مفروض دقله مثلا بعد خمس دقايق هيدا المعلومة اللي عطيتين إياها اسم بده تدخل على الزاكرة السريعة وتقعد ما بتفوت على الزاكرة القديمة إلا إذا أنا قررت حفظها بطريقة معينة وقعدت تذكرها وفي تاني مرحلة اللي هي الزاكرة القديمة اللي هي بتحفظ فيها أمور معقول تستعملها مع الوقت أو تستعملها بخلال عملك بعدين أو أسامي أشخاص قديمة مرأوا بحياتك كل هيدا بيسموها الذاكرة القديمة الزاكرة الحديثة اللي هي سريعة جدا عادة تحفظ سبع معلومات ماكسموم مع بعض يعني إذا بك تحفظ أرقام مثلا ماكسموم فيك تحفظ سبعة بيقولوا بس هم توصل على الثمانة بتنسى واحد من هودك لهيك إذا عندك رقم عشر أرقام مثلا ببدأ إياه ما فيك تحفظه بسرعة بدك تقعد وقت تحفظه تتقدر تحفظ عشر أرقام بسرعة بك تجمعهم مع بعضهم يعني مثلا بتقسم تلاتة كل تلاتة أرقام مع بعضهم بتحفظهم بيطلعوا أربعة مثلا ساعتها بيصير أهيان لك هيدا طريقة بس حتى تقدر أنت بطريقة سريعة تفوت معلومة على دماغك وتقدر تستعملها دغري هلأ الترابط بين الزاكرة السريعة والقديمة هي كل العلاقة بإدرة الإنسان دونك في كل عالم عندها سرعة زاكرة سريعة والكل عندها زاكرة قديمة قد أنت فيك تربط السريعة بالقديمة هي قوة الإنسان وبتجي عبر التدريب في أشخاص عندهم قدرة كتير قوية يفوتوا دغري على الزاكرة القديمة ويعملوا لها فكسيشن أو حفظ وتبقى جوا وفي عالم عندهم قدرة كمان كتير سريعة يرجعوا يجيبوها من هالم ماتياري اللي حفظوها ويضبوها بالزاكرة القديمة وفي عالم يعني لسوق الحظ صعب كتير يدخلوا على الزاكرة القديمة وصعب يستجلبوا يعني لدرجة بيقول لك إذا عطت درست كتير منيح وقضيت كل الليل عم بدرس ورحت تاني يوم ما عم بدر جيب المعلومة عارف إنها موجودة بس مش عارف كي بدي استجلبها وتوترت وعصبت وما بقى يرجع شيء ودماغي وقف هيدا المبدنية هون طريقة الدرس بتختلف إنه الواحد كيف بيكون مركز إذا درس ضغري قبل الوقت حكينا مرة عن موضوع كمان اللي بيدرسه بكير لما يوعو اللي بيدرسه عشية بترجع المعلومات ما باعف أدافية تتخزن يعني اللي بيدرسه ضغري قبل الفحص ديراكت وبيروحوا على الفحص وبينسوا كل شيء أو العكس فهون كيف فينا نعطي تيبس إنه الواحد يكون عم يدرس بطريقة سليمة يخزن هالمعلومات ويستجلبها لما لازم يعني هيدا الأساس أول مرحلة بالدرس إذا بدك إذا كان هيدا بدك تعتبر على الأولاد أو على المراهقين أو على الكبار أول شيء بدك تقرر تدرس أول قرار بدك تقول أنه أنا هلأ دخلت بمرحلة عقلية واجتماعية والحياة كلها باتجاه الدرس إذا أنت أخذت القرار بس عقليا بس ما في شيء تغير بالجو طبعك متل وقتها تقرر بدك توقف دخان بعد العلبة بجيبتك وأصحابك كلهم يدخنوا كل ليلة عم تنظر تصهر تشرب كاز ساعتها ما رح يوقف الدخان أبدا ذات شيء بخصوص الدرس الدرس بده إرادة كتير قوية تتغير المحيط طبعك باتجاه الدرس لذا هذه أول مرحلة وما بيبلش عبر أنه أنت تمد القرار لقدام تقول أنا اليوم الجمعة ما عليك ببلش التنين والتنين لأ تعرض بداية الأسبوع صعبة عند شوية قصص بدي أعملها ببلش القربة كلما تجروا لقدام كلما القرار يصير أصعب كلما بدايتها كثير مغطى ومزعجة لهذا دايما وقت بديو يتاخذ القرار بديو يتاخذ هلأ بديو يتغير كل المحيط باتجاه هالشغلة تانيا بدك تجرب قد ما فيك تحط نظام لألك هيدا النظام ليه أساسي بالنسبة لألنا الولد من أساسه بدك تبلش تعلمه من هو صغير بتجرب تحط له سكتجول بتجيب له ورقة وبتعلمه كل يوم شو بديو يعمل وبتعلمه بكرة شو بديو يعمل وإلى ما هنالك والبدي أخبرك ياه كتير مهم كتير قليل من الأهل بيعلموا أولاده هالشغلة الاتكال هو أجاندا المدرسة أجاندا المدرسة هي إلي علاقة بس بالدرس بيعلموك أنه تحط هلأ عندك مات فيزيك شيمي بعد الظهر عندك هالدرس بدك تخلص هالبروغرام لتاني يوم بيعطوك بروغرام بس ما بيعلموك يبدك تقصمه خلال بعض الظهر دور الأهل كتير مهم يبلشوا مع الولد من هو صغير جدا يحطوا له بروغرام لأساس ما إلي علاقة بالدرس وأنت تعلموا للولد أنه نحن اليوم بعد الظهر بنجيب هدية لخيق مثلا وبننا نرجع نقي تيب لبكرة وبننا نرجع نتحمم بهالوقت وتخليه شوفه إدنا مع عينه نظريا الولد بيدخل بنظام بيصير يعمل ليستا ويصير يأكد أنه عملها بالنسبة لألنا سخيفة وفي كتير مننا هلأ أصدنا بنعملها على الموبايل بسهولة بلا من ركز بس في كتير عالم ما عندهم إياها والعالم ما عندهم إياها صعبة بعمر العشرين تيجي تعلموا يحط بروغرام بيكون كل حياته صارت مخبوطة بعضا ما في شي مرتب بحياته بسيستامه وشكاله هيدا الشخص يكون مع شخص مرتب يعني ويفوتوا اثنينتهم بالحيات بيكون هكذا واحد بمين للمرتب هو البديو كلا ما هي بيصير التاني فاتحة بيقول أنه هيدا هيك منظم ليها وماشي الحال فإذا هيدا بتتعلم من هن وصغاري وحتى الفجول يعني لازم الولد يشوفه ويحط تشك حتى هيدا بتجي من الأهل ما في ولد عمره سنتين وثلاثة رح يتعلم هو يعمل سكاجول أو إذا عمره خمس سنين وأكتر وهكي حتى الولد الكتير صغير فيك تحط له سكاجول كيف يقدر يرتب شنته مثلا بتعود سوا بتحطه بانو كرتون بترسم الكرتاب الفيزيوال هلقد مهم كتير مهم الفيزيوال الفيزيوال اللي هو إله علاقة بيحب الولد للكرتون مثلا الولد بيحب الكرتون لأنه بيشوفه عاد خبره كل نهار بالحكي عن الديناسار أول ما يشوف الديناسار بيولع طيب الفيزيوال كتير مهم وبعد أقوى أزالة ما صغير يعني كلعبة لعب فيها بس الفكرة أنه وقت أنت تشتغله نظريا على البروغرام بيصير يعرف نظم حاله تلقائيا وبس لم يكبر بيصير التنظيم ووضع بروغرام كتير هين من نسبة له كتير مليئة أشخاص بيقلك حطيت بروغرام بدأوا ادرس كل النهار طالع مني ساعة ونص بس طب إذا أنت حاطي بروغرام مزبوط بتشوف أنه تلت تربيع الوقت في عندك الغداء مع الأهل أخذ أربع ساعات مثلا وعادة بتكون يمكن تاكل تارتين وما بتقعد مع أهل ما بدأ شي بدأ نص ساعة الغداء كله سوا بس أنت ما حاطي بروغرام منك شايفه نظريا أن الغداء من الوحدة للتنتين واضح حاطي الغداء براسك وعم تتكل أنه أنا بدي أوم عن الأكل بس سبحان الله يعني الواحد لما يكون هيك بفترة يكون عنده فحصات أو يكون عنده روترات بيصير حيالة شي يلهي وبيصير يمكن جوع أكتر وطعب أكتر حتى يمكن الشابيتر يلي عم بيدرسه إذا رحل شابيتر تاني يلي هو ما عنده يلي الفحص بيستهوي أنه يقرأ أكتر من هالشابيتر هادي شو بتكون إلي التركيز الواحد ما بعد شما ألوش هادي نشنا برأينا إلي علاقة بشي بيسموه شغف شغف أو الباشن هو قد تحب تعمل الشغلة إذا أنت قاعد عم تدرس ماتيار ما قلك جلدتها بالقفاس كتير صعب بالنسبة لقلك تلاقي دافع لقلك دافع كتير مربوط بحبك للشغلة وهادي مربوطة بكل شي بالحياة مربوطة بعلاقتك بشخص إذا أنت مش كتير حب تشوفه المشروع تقوم تلبس وتروح كمان بده مشكلة كبيرة وذات شي مربوط بالشغل بعدين إذا أنت ما عندك هالدافع ما رح تقوم من الساعة 7 تكون بشغلك مرستق وماشي وكذا بدك تكون عم بتعل كل الوقت وتدفش وميد كباية قهوة وميد سيجارة تتقلع نهارك كله مربوط بالدافع طبعك لهيك نحن ضروري عند الأولاد نخلق لهم دافع للدرس هلأ صار في تقنيات بالتدريس من العمر الصغير بتجرب تعلموا الأمور بطريقة حسية أكتر بعدما تعلموا موسيقى بتجب لهم الأباريين من الميزيك وبتعلموا عليه دغري حتى مهم يبلشوا يحرطقوا فيه بيتعلموا الفرق بين الأباريين هايدي شغلة كتير مهمة إذا بكتعلموا الطبيعة الطبيعة هلأ بطلت موجودة صرنا عانين ببيوت مسكرة كله مخفى كتير غلط بعد عندنا جرد وعندنا ضائعة وعندنا أرض فيك تطلع الولد يتعلم كيف يزرعوا الأرض كيف الوحل بيبين عمل كيف الهوى بيشتغل كيف الدبور بيمرقوا حدك ما بيعقصك براتيك ما في تيوري بدك تعلموا براتيك إذا بتعلموا براتيك للولد لا إراديا هو بيصير يخلق البراتيك تبعه كل مرة بيصير هو يلاقيه للدافع حتى يقدر يشتغل عليها كتير هاي نتعلم إنسان ماتيماتيك بس إذا بتعمله شي فيزيال للماتيماتيك كيف يجمع ويضبي جيب تغراض ويرجع يطرحون منه لحاله بيصير يحب الشغلة بس هايدي بده صبر وداي من أهلنا أو من هالأهل الموجودين أو الأساتذة عنده صبر يقدر يعلم الولاد هالطريقة أو بيعطوه للأستاذ عندك الساعتين بك خلص أربع كورات وبيكتب بيطلع إخر شي مكتوب للولاد 25 صفحة منه عارفين في كتير أهل عم يتفاجأوا هالأيام بيجول عنا عنده ولاد ما عندهم تركيز كتير بيتفاجأوا إنه فات التلميذة على الصف طالية في 8 صفحات كتبوا تاكتبوا غلا 8 صفحات بساعة يعني ما لقد شي منهم هذا بيدل إنه البروغرامات شوي عم تصير عسيرة وعم تضيق والولد ما عم يكون عنده هالمشاركة وهاللذة وما بعرف إذا ألا علاقة بالمناهج ولا ألا علاقة بإنه بطل في كتير وقت لأنه في شو ما كان يتمنى منيحة تبهوني الدكتور خلينا نحكي شوي عن قلة التركيز يعني أوقت بيكون عندك ولدين وسبحان الله يعني نحنا نقول ما لازم أبدا لوحد يقارن بس إلا ما يقارنوا الأهل خاصة لما يكونوا عم يدرسوا 2 و 3 و 4 ولاد في ولاد بيكونوا هنه سيستماتك لي منظمين خلقه ما بعرف إذا خلقه ولا هيك يعني هنه بيكون عندهم هالتركيز أكتر بيكونوا مركزين بيجوا سامعين وفهمينين كتير منيحة الأستاذ شو قال لهم حتى لو مش كاتبين على الأجندا بيطلع ولد تاني يمكن بيكون كاتب على الأجندا بتسأله شو هو هيدا بيقول لك ما بعرف هون شو هيدا تركيز يعني هاي اللي التركيز اسمه ولا هو بيكون بيله بشي تاني ملهي بشي تاني الولد ما بيله بالدرس طريقته ويراته في عامل معين هو مش منظم النظم نحنا برأي نحنا مننظم اللي التركيز عند الأولاد لكذا نقطة أول شي في قلة التركيز الأساسية اللي هي في العلاج ودوى وإلا ما هناك ها بتخلق مع الولد هو الولد دماغيا بمناطق بالدماغ ما عنده هالسرعة الكافية تقدر يلقط مثل غيره وأوقات هاي دي قلة الانتباه وقلة التركيز فيها تروح لأماكن كتير صعبة بتكون مددانية جدا عنده بشكل إنه عم يفوت على الصف الصباح عم يطلع على ساعة انتين ما نلاقش شي بولا كورس بولا متاعر أوقات بيقول لك ولد بطيء هي كي بيكون؟ بيكون بطيء ومش بس بطيء بيكون حرك بيكون هايش وبيكون كل الوقت عم يخلق طوشة لحاله ولا غيره وما عم يقدر يعطي نتيجة دون هيدا بيكون فيه قلة التركيز الأساسية تاني شغلة هي صعوبة بالتعليم يعني ولد بيقدر يركز على شي محدد بس بس هم تحطه على درس صعب يقدر يفوت فيه صعب يكتب صعب يقرأ وهون بتدخل فيها ديسلكسيا اللي هي عدم قدرة القراءة والكتابة بطريقة صحيحة بس بيكون عنده فهم مقبول جدا للأمور بس ما بيقدر يعبر بطريقة صحيحة بعدين في عنا الخوف عند الولد الخوف عند الولد واللي تستقى بالنفس كتير أساسيات تقدر يدرس ونحن بنعرف أنه الأهل الأوقات بيشتغلوا بطريقة غلط وبيزرعوا براسهم أفكار من سمية مسمة عن الولد كيف يعني أفكار سمية الولد هو كسول ابنه ما قلو جلادة هو مطفة هيدا إذا سمع الولد بقلو عصة و تعالي بقلو عصة و تعالي بقلو قدامنا قدام الولد قدامه ايه بقلك أنا مأكد بابوشي عم يعمل أصد عم يعمل أصد طيق هارني طيق هارني بفكروا الأهل أنه الولاد بتكون هين زيحة مع زوجها بتطلع على الحق الولد والولد مش تريين شو عم بيصير بس الفكرة أنه نحن ما فينا إلا ما الولد نحميه من هالحكة اللي هو جدا مضر لأله وما بيعطيه ولا نتيجة طيق الأهل إذا كان عندهم بالأساس أفكار مغلوطة على الولد الولد معنوياته بتقشط وهون بيصير بدك تشتغل أنه تزد له ثقته بنفسه للولد اللي تثقه بنفس يعني الولد ما بيروه على المدرسة وما بخبرك قدامه تخابط مع أولاد تحتى يقدروا يفوتوا التنين على المدرسة أو خلال الدراسة بعد شهرين ثلاثة بيرفضوا المدرسة فجأة لأنه شايفوا أنه عم يتعذبوا علماتهم صعبة في قل التركيز والأهل نازلين فيهم بالمدقة بدون نتيجة وإذا ما جيت في قصاص ناطرك وهو بالأساس ما عم يقدر يعطي نتيجة أكيد الخوف والقلق بيأثر بعدما ركز إذا فيه تصادم بقلب البيت الغيرة كتير بتأثر بين الأولاد مثل ما قلت إذا فيه واحد أسكى من الثاني ونازل كل وقت حرتق بخيه الخي بيقدر يحبط نفسيا وهذا بيأثر عليه أصلا طيب بس دكتور فيه بمنهج المدارس فيه يعني أسخص كتير غلط بتصير إنه لما بدوا يوزعوا العالمات مثلا بيبلشوا بالعالمة العالية وبينزلوا يعني هون كمان يلي وصل على الدوز مثلا بلش يتبهدل قدام الكل وفيه حتى كمان طريقة بالتعامل مع الولد يلي هو يمكن ما يكون من الأوائل يعني هذول كلهم قدي بأسروا على نفسيته على إنه يكون عنده كمان هالقلة يمكن هيك يعني بصير في عنده مشكلة ببطل يقدر يعطي قدمة لازم أو هو وأصلا مش قادر يعطي فقدا هذول الأصص غلطة يلي بيقونوا فيها بالمدارس وعلى أساس من زقف لفوق الضويت تسات من زقف له ساز أكلها خلاص أنه بقطال بطاله نحن برأينا إذا بدك الأصول من ناحية الأصول النفسية كرمال إعطاء العلامات للولد أول ثلاث أولاد بالصف الأول ثاني ثالث بينبرز منه ما بينعطى علاماتهم بس بينبرز أنه أول ثاني ثالث والبقية ماشي العلمات بتتوزع يلي صائد بده يعرف حاله صائد قبل الكل بده يكذب يخفي علامته هيده مثل الوقت يكونوا بالترمينال ويروحوا ياخدوا علاماتهم وكل واحد يكذب ويقول لا عنده دوزيام سيسيون هو يكون صائد بعدين يطريع الكل أنه أنا سأدوزيام سيسيون بعدين يكون بلع هو الموضوع هيده طريقة كتير ذكية بينما تجي تعلم قدام الكل علامة الولد وتحطه بالفوكس وبيصير لا إراديا الولد بياخد موقع الولد الفاشل وبيصير هو يزيد على حاله أنه أنا معروف أنه ما بقلع أنا معروف أنه علاماتي واطين ما حدا يطلب مني وبيصير بالصف ما حدا ينطلب منه بالأساس بيصير والأساس يحطوه وراء لأنه أهيانا يحطو الزكي قدام اللي هو بيمرقنه الكور بسرعة تذكر أنه 3 بيع المدارس بتروح باتجاه الولد الزكي كلما الولد يكون شوي تعبين بيشحلو يحطوه بسبيشل كلاس بيدفعو مرتين ونص زيادة تحتى يخدو منه نتيجة أكتر بضغط علمي أقوى وبيكون الأساسي إيادين عليه وعادة النتيجة ما بتكون هالأدوية لأنه النجاح وقت يكون بسبيشل كلاس مع شادو تيتشر إياد عليه منه هالنجاح النجاح وقت يكون لحاله وشو بيطلع منه وقت يوصل لعلم تقني عالي أو أكاديمي عالي رح يكون لحاله لون كي البطولة تخليه يضبط لحاله كلما أنت عم تزبطه باعتبار مع حدا يعني أنت عم تثبت إعاقة معينة عنده أنه هذا الصبي عنده إعاقة ومضطرين يدفع عليه مرتين ونصف بس تينجح خلينا نحكي شوي هيك شوي التبس للأهل كيف يقدروا ينظموا تدريسوا أولادهم كيف الطريقة الأحسن قدروا واحد ما يخلي يلتهي يعني بس مع كتير الأهل ما بيقعد بيضلوا يلتهي بيدرس الساعة سبعة بيبلش درسوا على الثمانية يعني أنه هدول القصص بيضلوا مع أصحابه حقا عمينه على الأهل ولا على الولد أنه إذا برمجتوا على بروغرام معين رح يضل هيك أول شي رح نحكي عن الأولاد وبعدها نطلع على المراهقين أول شي عند الأولاد كتير مهم الولاد من أصغر عمر يعرف أنه درسه هو واجباته وهو وظيفة كيف البي أو الأم بدأت تفهمه الأم تشتغل ويجي على البيت كيف أنا بالبيت بيهتم بالبيت أو عندي شغل كمان أنت شغلتك تدرس بدأ يفهم أنه هيدا وظيفة لإله بتعنيه لإله فيها مسئولية من أنه هيدا مثل ما أنت عم تلعب كمان الدرس إكيفالان بدأ يفهم أنه في فرق كتير كبير بيناتهم تانيا كتير مهم وقته هو عم يدرس يكون بقية الأشخاص بالبيت عم يمشوا بالذات المنوال يعني إذا هو عم يدرس عم يلعب بلاي ستيشن عمرو 9 سنين حدو بيقوضى أو مقابيلو نووي يقدر يركز أو حتى الأم عم تحضر تيفي بس شيء للصوت مثلا أنا عم تدرس إيه هاي هي عم تتفرج هاي هي عم تتفرج حقها هي مثلا الولد حقه يتعب نوك مفروض الأم كمان أكيد أكيد لا أم لنكيد تساقورش أنا بلكة بلكة عم نعمل شغل بلكة عم نقاصص حالنا نوك هي الفكرة مفروض الأم تجبر حالة بهالوقتي اللي بديو عد فيه الولد تدرس معه تحط نظام معين قصص بدأت عملها تشيكليست قراءة معينة فيها تعملها تجيب جريدي حيال أشي الولد مرح يعرف يقدر أنه الجريدي هي تسلي بالنسبة للكتاب تابعه درس بس بيعرف أنه قراءة بالحالتين سو مفروض الأهل بهاللحظة يكونوا سيبتين معه للولاد تتعرف أنه عم يقدروا له اللي هو عم يعمل وهي بتبلش مع عمر كتير صغير ضروري يكون قاعد بغرفة ما فيها كتير له ما يكون فيه كتير أصوات يعني ماكسيموم إذا بديو يحط ميزيك لأنه فيه أشخاص الموسيقى بتريحهم في أولاد الموسيقى بتريحهم بتكون موسيقى بس تون يعني كلاسيك أو شي ما في حكة وتكون موسيقى بيعرفها الولد ما نحط له موسيقى جديدة تحت ما يقدر نركز عليها كل شي موسيقى نحن معوادين عليها هي بتثبت علينا ككبار بتريحنا أكتر من الموسيقى الجديدة كل شي جديد ما نركز عليه من شدة التركيز بديو يعرف الولد كل شي إلكترونيك بديو يختفي عن الساحة من ساعته اللي بيلعب فيها بإيده للآيبود آيباد والآيفونات والتليفونات كلها وكل وسائل اللاهو همسو جمعة ممنوعة كمبليت لي ولا بعد ما يخلص درسه إلي علاقة بطبيعة الولد بنا نختبر الولد يلي بين إيدينا إذا ولدنا قدر يعطي كذا ساعة درس ويركز وبعدين وقته بدو ينقل يلعب يكون فصل تماما ورجع فات بنظام اللعب بلا ما يقز الدرس تابعه مسموحة بس إذا شفنا الولد هو وقاعد كل الوقت عم يتنقوز مبعيد يشوف إذا بعده محلة وكل وقت عم يحط بلان براسه كيف بدو يبعط المساج لصاحبه كيف بدو يعمله ساعتها بالأساس مفروض نقطش لهها من التنين للوكاين تحت يقدر كل الوقت يركز مع النظام الموجود حاليا صعب مراهقين تيجي تقل له خلال الأسبوع ممنوع توصل مع حدا يعني بيكون كأنه مقطوع عن البشرية خاصة أصحابه بني عم بروجرام للوكايند وهيك تيجي تقل له لا بس بعم بروجرام ليلة السبت يعني بيصير شوية صغيرة معدوم لهيك بنا نكون ترايا بالموضوع بس في كتير أوقات الأمور بتتسلل علينا يعني حتى إذا واحد حتى ما بدو يدار لابتوب بحط اللابتوب حده في وسيلة حلوة بتفك البطارية وبتبعادها في كتير أوقات أولاد أو مراهقين فكوا البطارية شيلة من محلها ما فيه دور حتى ترضى حالك حتى فيه بروجرامات على اللابتوب أعتبر أنت عم تشتغل على اللابتوب أنت عندك ميموار جامعة وشغل إنترنت وفاتح لابتوب كيف تشتغل إذا عارفه عندك تويتر وفيسبوك وكله نهودي فيه بروجرام اسمه بتنزله بيعمل لك بلوكاج لكله بتنقل وين بك تعمل بلوكاج ما بيفتح قبل وقت بتحل بتقلو بسلا بدي أعمل بلوكاج على 24 ساعة ما فيك تفتحه لابتوب قبل 24 ساعة وهيدا بيرايحك لألك أنه فيه شي عمل لك سنتينال مثل أيام أمك وبيك كانوا فوق راسك فيه شي فوق راسك عم يرضعك وهيدا شي بيساعدك تقدر تركز لأنه قدرت له صارت كتير قوية مع التكنولوجيا الحديثة يعني أداكن لازم نكون أشطر نحن ما كان عنا يهون هول كلهم بس فيها تيفي وكان يعني ما فينا ندوره ونحن عم ندرس إيه بس الماتريال اللي كنا ندرسه وكان أهيا من هلأ يعني كان يرتكز أكتر على قصص حفظ على قصص منها الأد إلا بوري هلأ صار الماتريال طبعا مرعب كميات كبيرة هلأ مموارو تاز أداي عنديك دوني تقدر تعمل تاز أداي في كتب أداي في بيبيوتاك في كتفة عليا أداي أونلاين فيك تشوفي معلومات قبل كنا ننزل على الجامعة نصور 50 أرتيك لنعمل مموار كلها تشتكن أهيا نحن أصعب دكتور هلأ كتير أصعب كتير أصعب كتير فيها تركيز وكتير له أكبر لهيك صار فيه إلا أمكان من قبل كان الفحوصات تفوت على الفحص عادي هلأ بيخلوك تفوت كل الماتريال هلأ صار فيك تفوت لابتوب وإنترنت على الفحص وقدر حله إذا فيك وخلي حنا يساعدك من بره ما يقدر يحل لك لنصارة العملية بدأ أكتر العلاقة فيك لقالة كيف أنت تنظم دماغك تقدر تسردها للصح طيب دكتور خلينا نحكي فأزان نحكينا عن الأساس الواحد إذا تبرمج على هذه الطريقة رح يكفي هيك يعني فيه مراحل معينة الواحد بيصير يمكن بيلتهي بعمر معين هو صغير بيكون شاطر مركز ماشي حاله بيوصل لسن المراهقة بطل عنده هالتركيز الكتير كبير ويمكن بيبطل فيه كنترول كتير كبير على الأهل يمكن أنا بعمر ابني 12 سنة فيه يمنعون كل الألعاب بنص الجمعة فيه يلعبون بعمر المراهقة مش رح ضلني بهالسيستم فهون كمان عناصر له رح تكون أكبر وحتى خلينا نروح للأكبر سنة اللي هني راشدين ووعيين وعارفين شو عم يعمله وكمان مش عم يقدروا يركزوا مثلا على أنه يعمله تاز مثلا مثلا دكتورة نحن اللي عم نحكي عنه إله عليها بمراحل الحياة وقال أنت تفوت بالمراهقة حيالة ولد صبي أو بنت الاعتبارات اللي بتدخل بالدق تتغير بطريقة مفاجئة يعني شكل الإنسان بيصير فجأة كتير مهم الصبي بالنسبة لأله شعراته جماله طوله والبرفين تبعه صار أهم بكتير من علامة المات اللي بده يجيبك خاصة مع نظريات كتير هلأ بيفوت بيقرأ حيالة ولد بيفكر مثلا أنه شكلك بيجيب لك قوة بالعمل وقوة اجتماعية أهم بكتير تقريبا عم تحكي بالقربة عشر وطلوع يعني بالتراز كاتورز أول ما تبلش المراهقة هيدا نظريات اللي هي كلها نظريات عشوائية بتدخل فيها كذا نظرية كمان مثل الرياضة مثلا أنه أنا في روح عامل سبور وصير سبورتسمن عالمي وطلع مليارات مثلا كل واحد بده يطلع ميسي مثلا فكر حلو إذا لا الطاب بيصار ميسي بيعتقد هيدا اللي بيسموه مثل اعتقد هيك فانتاسماتيك أنه أنا بدي عيش هالحال الفانتاسم تبعي وزات الشي بيفوتوا كل علاقات الحب والغرام اللي هي بتفوت بطريقة جدا مخيفة يعني هلأ مع وسائل التواصل صار حيالة مراهقة بالقربة عشر 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 بيقدر يقدر يقضي عشر ساعات بالنهار عم يعمل اللي بيوصلوا لهالمستوى عن جديد بيحسوا حانوا صاروا مراهقين يعني هي صرت مثل الولد كل نهار أنا عم بيحكي وعم ضيع وقت تصوري مراهق أنت عم تجرب تبنيده سيستام علمي أكاديمي سيانتيفيك أو شيمي فيزيك مات عم تجرب دخله يهم براسهم وفشأة بيدخل عليك هالمشكلة اللي هي أنه بده يعيش مراهقته دخون بدك تجرب أنت تقدر تستوعب للولد بدك تقعد معه وقت طويل وبدك ترقب بشكل حثيف وكل ما تقول أنه خلاص صفاء أنا متكل عليه هيدا الصفاء قعد عم يدروس النتيجة ما رح تجي هلأ نحنا بعرف الحديث شوي تقيل بس أوقات بدك تفرض عن مراهق أمور معينة يعني أوقات هو ما بيقدر يحط ضوابط لحاله نحنا بنعرف كتير مراهقين بيقول أنا رايح يدروس عن صاحب بيخلص بالداون تاون يمش وصوا ومتسل هون إذا الأهل ما لا يحق ما رح يتلع منه درس في حتى لو كان صاحب هو أول واحد بالصف اللي بيقدر يخلص درس بسيعة بسيعة رايح لعنده ما رح يتلع منه درس أبدا قصة أنه وين يظهر وكيف يروح ضروري رائبه وهذا ما نه تجسس أنت تجسس على ولدك تحت تشوف إذا ولدك يغلط أو يروح بطريق معقول ضيعه بعمر هو كتير قابل أنه يضيع صبية معينة شو بعرفني مثلا كل يوم عم تنزل من أوتوكار عم تأخر ربع ساعة بتكون في حد عم تلتقى فيه طب ضروري نحن كأهل نعرف شوي صغير من هو هالشخص حتى نعرف إذا كل بعض الظهر هي بيلا كل الوقت فيه كيف عم تبعط له ميساجات ولا بيلا مثلا بأمور معينة إلى علاقة كيف بدأت تخلص هالسنة تبعها فيها تنسي بين الشغلتين إذا هي عندها ضوابط حسب الشخص وإذا أهل عارفين شوي صغير كيف يعملون بطريقة زكية تحت تدلل قصة مدروسة بس الأمور فيها كتير تفلط بسرعة يعني عنا كتير خبريات عن أهل بيسحبوا موبايل من ولدهم بعدين بيكتشوفوا في ثلاثة موبايل معهم محنا عارفين بيكونوا من وراء شخص تاني مرق له إياه لتظل التواصل موجود وهي دي كتير بتضيع رأس الولد والولد هون بيتأثر وخاصة إذا الأهل كانوا قاسيين معه وخاصة إذا البي كان كتير قاسي وستعمل العنف مع البنت الشاب صعب يمكن بس أكتر مع البنت ساعة البنت بدأت تعرف أن الرجل برا أو الشاب هو ملاذة بيكون بعضه ولد ما عنده جنس العقل أو الإدراك بتعتبر أنه مثل حياته الأعلى وهون بتضيع العملية وتعرد على الدرس أنت سابع المستحيلات أنت تعرد على البي صارت صعبة في خطر أكيد تهرب في خطر تفوت بمخدرات في خطر تقدم على جنس بعمر مبكر حافظ لقلة تتعلق الشاب الثاني وهون أكيد منفوت بدباج كبيرة و بدل ما نكون ما بالنا كيف بدنا ندرس الولاد صبنا كيف بدنا نحميه تما يقزي حاله دونك هون كله بدخله بالمراهقة ومفروض الأهل كونه كتير إذكية وجرب ياخد ويعط هون العملية كيف تصير ما بده تصير رشوي ما بده إذا بتدرس منعطيك مئة دولار هون صارت العملية برطل بده تصير عبر مشاريع محددة يقدر يحصل علي الولاد إذا هو يعطيك نتيجة بالمقابل بس كمان مثل ما إذا بده يدرس مع صاحبه أو صاحبته أو وإلى ما هنالك بده الدرس يكون عارف شو هو الإطار طبعه يعني ما بيجوا بيعدوا كل النهار درس سوا لأنه بده يدرب له كل الوقت تعدوا ساعتين سوا درس محدد مثلا حدا بيبقى قوى بالشيمي بيشتحلوا الشيمي للتاني بيسرع درس التاني أقوى بالفيزيك بيشتحلوا فيزيك بيقلع سوا هيده كتير بتفير أسنين بتكونوا واعيين والأهل بدوا بيكونوا مرئبين مش عحسان يجيبوا استيز مثلا إذا الأهل ما بيعرفوا يعلموا هل أدي هن عندهم لك معين المراهقين بنجيب استيز بنكون عارفين شو وظيفته شو جاي يعمل إذا نحن بنجيب استيز يعلم كل درس التلميذ لأن التلميذ ما عنده جز التنظيم ساعت بنا نعرف أنه عنا مشكلة أبدا حقهم في أهل ما عندهم قدرة أكاديمية أو علمية بيجيبوا حدا يدرس كل الأساس بس حسنا بدي يجي يدرس لأنه الولد منه منظم ساعتها بنعرف أنه مشكلة عند الولد هلأ بدي يدرس بمثيرات محددة بدي يكون في دماغ من الولد وخاصة بعمر كبير يعني بدي يكون شوي عارف شو بده بدي يكون في تواصل مع أستاذ المدرسة وهون في كتير أهل بيخافوا التواصل مع المدرسة بتعرفي أنت المدرسة بتنتقد الأهل وبتنتقد التلميذ وبتوجه ملاحظة في كتير أهل ما بيتقبلوا وبيكونوا شوي صغير عقلاتهم صغار من هالناحية وسمعوا كلمة عن ولدهم هيدا شيء إهانة مفروض تروح وتسمع كل كلمة عن الولد حتى لو كانت صعبة وحتى لو كانت مئزية وحتى لو كانت عنك مئزية لأنه أوقات كتير بالدل وإن أنت مفروض تشتغل إذا أستاذ المدرسة أو المعلمات أشاروا أنه هالولد عنده ضعف محدد بهالشغلة عم يقدر يقلع مفروض نحن نتحرك ناخد تبس منهم إذا في حدا محدد نقدر نجيبه وأفضل إذا كان عبر المدرسة حدا عندهم موني عليه تيعلم هالولد تحديدا هالشغلة وبدو يكون فيه مؤاربة واضحة يعني النتيجة بدها تلحق بسرعة ما فينا نجيب إستاذ يعطي عشر خمسة عشر ساعة وبعد النتيجة هي زيتها ساعتها في مشكة بين التلميذ والولد بين التلميذ والإستاذ ومفروض نعرف ساعتها شو عم بيصير كمان مشكة بين الولد أحوه مع الإستاذ والحمد لله نحن منروح نظهر نعمل جزدورة أفضل وقته يكون فيه إستاذ بالبيت نكون نحن موجودين أول شي الإستاذ بيشتغل أحلى مسؤوليته بتزيد بيعرف وقته على قد وبيعرف أنه فيه حدا عم يرائب هلأ فيه أهل أكيد أوقات بفوتوا بالدقمة بيكونوا فاهمين شي ميشي بيجوا بيفولوا شرحنا شو عم تدرس فرجينا شو عم تعمير وبنعرف أساسي بيتضحك وأنه بيصيروا الأهل بطريقة معينة بس أوقات كتير فيهم يسألوا عن الطريقة مش عن النوعية شو هي الطريقة اللي عم تعتمدها إنه كيف بيسألوا مثلا مجالوا يقولولوا إنه بالمدرسة طلبوا مننا بلكي هالطريقة فيهم يستفسروا من أساسية المدرسة شو أفضل طريقة بتساعدوا للولاد مجالبوا ينقلوها عند الأستاذ هاي شغلة يعني أوقات الأهل بيعلموا طريقة والمدرسة بتعلم طريقة يعني بعد في كتير مدارس بتطلب إنه بليز ما تعلموا ولدكن بالبيت بس مشوا معهم حتى يكفوا يعني مش أنتوا تعلموا الطريقة لأنه بتختلف هوني بين الأستاذ و الأهل هاي النظرية هلأ عم تمشي على الأولاد يلي يعتبروا ما عندهم قدرة استيعاب لكذا طريقة بذلك مثل هو عم تعلموا لغتين مجارب بذلك الوقت بضيئة ما بيعد يعرف القطل هاي دي نحنا ما كتير نمشي فيها نمشي فيها إذا الولد عنده صعوبات بس إذا الولد عنده قدرة بيقدر يتعلم عشرين متوات بذلك الوقت ويفصل بيناتهم مثل ما هو بده كلنا كنا نعرف من زمان من عشرين و ثلاثين سنة كانوا يدرسوك كل المتيارات السنة بالصيفية الأهل كنا نوصل أول السنة درسين كل السنة يلي جاي قدامنا هلأ بيوصل الولد ممنوع تدرسه بالوكياند كلمة عن نهار التنين ما بعتقد هايدي طريقة كتير فضلة وبالعكس عم تدرب بالولاد أنه أنت ما عندك تدرس إلا هومورك هايدي منه كتير صحية تعلم الولد بس يدرس فرضه الولد بده يتعلم يدرس زيادة بده يوسع بده يعمره الشاش بده تعلمه يقرأ كتب يلي هي منه درس صح هايدي كتير مهمة الولد عم يقرأ كتاب عم يقرأ كتاب ما عم يدرس ثم ضروري كمان يتعلموا يقرأ هايدي كلهم يدخلوا بنطاء معين بتعلموا للولد يقدر يتصرف بطريقة كتابة بحكيك عن الفيجول باعتبارا هلأ من عمر السنتين وثلاثة بيعتبروا أحلى شيء الولد الأهل إذا بيحطوا له للولد ديفي دي فيهم قصص علمية وبيجرب يتعلم كيف يقدر يركز أحلى أو يتابعون نحنا برأينا أفضل إذا بيشتغل على صور موجودة عليها كوميكس موجودة عليها رسمات ويقدر يلحق شو بتعني من وراها ليه هالقد مهمة لأنه الولد كتير بيتعلم بالنظر شو هي العواطف اللي عم تمرق بالصورة إذا شايفت نينب خنائين شو بتعني بالقصة وبعدين تدريجيا بيصير يربط الكلمات معه وهيدي شغلة كتير أساسية لدرجة إنه في كتير ولاد كانوا يقروا ويفهموا كل كتاب الكارتون هنو عم يقروا بلا ما يقروا ولا كلمة بس من المناظر اللي عم تصير ركب لك القصة ويتشرح لك إيها بلا ما يكون بعضوا بيعرفوا يقرأ نوع هيده كتير مهمة للولد فضل بدك تقول شي لا بس بطل معنا كتير وقت بدي أعرف دور الطبيب النفسي والطب النفسي بمعالجة حالات معينة حتى الواحد يرجع يركز أكتر إلا تلعب دور كتير كبير في دورين نحن نشتغلون كتير مهمين أول شي تدريب التركيز تدريب التركيز اللي علاقة بإكزارسات معينة بينعملوا عند الولد نعملوا إياهم عبر معالجين نفسية أو عبر بروغرامات بتصير على الكمبيوتر تقدر تساعد الولد تدريجيا يزيد التركيز تبعه تاني شغلة هي تدريب يقدر الدماغ يسيطر على الجسم جسد تعلموا للولد يقعد بلا ما يتحرك هو أهم إكزارسيس عند الولد تقدر يركز على قدي وقت كل مرة بتعملوا تاست على الوقت وبتشوف أداء بضاين وبتصير تشوف أداء عم يقدر يربط بين دماغه وبين جسمه هذه كتير صعبة وإذا ما قدر تدريبته إياه هو صغيري بتبين عندك أنت وكبير كل ما بكتععد تدرس بتقوم تحضر تيفي ترجع بتقوم تاكل تفت على تولاد تغسل وجه ما عندك ثابت تقدر تقعد هؤلاء القصص كتير أساسيات إذا نحنا بدنا نبلش منموم نشخص عند الولد قدر التركيز بالتاني مرحلة وهون أكيد بدنا نرفع المسؤولية عن الأهل أوقات وعن النظام التعليمي ونعترف أنه في حالات طبية الولد بده علاج كرميل يقدر يركز لأنه قبل قد ما يبرموا الأهل أوقات كتير بيتعذبوا وبيعدوا سنين بعدين بيقلك أنه وصين لحياة مسدود الولد على مات وبعده عم ينزلوا نعطيه علاج نحنا وبيشوفوا العلمات دغري طلعوا وهون بيتسألوا أنه قدى الفعالية أوقات أنه كان فيه شي نقص معين عند الولد ما فينا كل الوقت ندل نهتو مش أدوية علاجات دوائية وغير دوائية الغير دوائية هي علاجات فيتامينات تعتمد أكتر الأوميغا ثري أوميغا ثري معروفة هي نوع من الزيوت بتشتغل على الدماغ وبتسرع نمو الأعصاب وهذه مهمة عند الأطفال بفترة معينة بتقدر تخليه يزيد قدرته على التركيز كأنك عم تعطي فيتامينا عضل عند حدا عم يعمل سبار معروفة هذه الفيتامينات مهمة وتقدر تسرع الكتلة العضلية بمرحلة تانية أكيد وقتا نلاحظ أنه ما في تجاوب والنتيجة صعبة والولد حتى إذا تحطه على تركيز ما عم يقدر يقعد عليه يعني ساعتها عنا مشكلة موضعية ساعتها من اعتمد علاجات دوائية تحت تقدر تعطينا نتيجة بس هيدا كله ما بيلغي كل دور الأهل ودور الشخص بحد ذاته اللي هي التدريب اللي بدها تصير تحت يقدر يوصل لتركيز أفضل وأكيد بتبلش متبقلنا بعمر كتير صغير آخر نصيحة دكتور تعطيها لكل المشاهدين هلأ الأهل اللي عم يحضروك اللي ناطرين أولادهم هلأ يرعوا بعض الظهر ويرجعوا يدرسون فيهم يرجعوا من أول وجديد يبرمجوا أولادهم يلي صاروا أعمارهم يمكن هيك تخطط هالخمس سنين والست سنين يلي هي بتكون المرحلة الأساسية تيدربون على كل الأمور يلي إلتا حضرتك أهم شيء اللي بده الأهل كمان يبرمجوا حالهم هني عن نظام درس مثل ما طلعوا الولاد من الفرصة طبع العيد والربيع بده يطلعوا الأهل كمان من الفرصة في تركيز بده يكون محدد على الولاد على سيستام البيت بدنا نعرف أنه كله تغير التيفي بده ينطفت للتربع على الوقت الأهل والبي بده يعملوا يماتي كمان حتى يجبروا حالهم ميلهوا الولاد بالبيت بده يعرفوا يقسموا الولاد عن بعضهم أوقات بده يضطر البي ياخد ولد يقعدوا كرمال يدرسوا والأم تاخد ولد وهون يدور الأهل مع بعضهم لأنه ما فيك أوقات تجمع الولادين مع بعضهم تدرسهم كتير دور الأهل مهم وتدريجيا الولاد بيفوتوا بالجو بده يعرفوا الأولاد أنه عندهم استحاق شهر أو شهرين صعبين سو بده يععدوا عليهم وأكيد النتيجة بتوصل وما في حدا نقعد وما وصل وأوقات كتير الولاد بيجربوا ويتهربوا بنكون أزكى من الولاد ما أنا نعرف أنه عندهم مسائل عاطفية توصل إليك اليوم رأسي عم يجعني ويطبع إجرى كينام ما بدو إبراسه أنت بطريقة صغيرة فيك تتمحتل تجيب له لعبة صغيرة وتقول له إذا أنت بترتاح على اللعبة عادة إذا أين قاعد على اللعبة بكتعرف أنه عمي لعبها لك ساعته أكيد فيه أصاص وفيه وفيه قاعدة على الدرفة نحن نشكرك دكتور أكيد نشوفك نهار الثانين دائما مواضيع جديدة نطرحها حتى يستفيدوا مننا الكبار وصغار مشاهدينا بعد البريك إلي والتوعية مع اليازا ترجمة نانسي قنقر